من أولئك الذين حاولوا أن يقفوا عند هذه المسألة أعزائي في هذا الكتاب الله الله الفرضية الفاشلة أعزائي كيف يثبت العلم عدم وجود الله كيف يثبت العلم عدم وجود الله طبعا بعد ذلك سيتضح بأنه هذا الذي قاله في هذا الكتاب يثبت عدم الوجود أم لا يرجح الوجود أي منهما هذه الآن أنا أتصور أن هذا العنوان الذي موجود على صفحة أولى للكتاب هذه لإثارة ماذا لإثارة القارئ حتى يقرأ هذا الكتاب وإلا سيتضح في الداخل يقول بأنه لا لو كنا نحن وهاتان الفرضيتان نجد أن العلم يتجه باتجاه فرضية ماذا فرضية عدم وجود يعني عدم الحاجة ليس عدم الوجود واي فرقون بين عدم الحاجة وبين عدم الوجود هذا الكتاب أعزائي تأليف فيكتور جون استنجر عالم فيزياء الجسيمات ترجمة وتقديم الدكتور كمال طاهر أعزائي تعالوا معنا إلى صفحة خمسة وعشرين من هذا الكتاب أعزائي في صفحة خمسة وعشرين من هذا الكتاب هذه عباراته دراسة الأدلة ضد ماذا ضد الله هس إن شاء الله بعد ذلك سنبحث بأنه إذا استطاع أحد أن يقيم دليلا على عدم وجود من الله هل هذا معناه نفي الحاجة أو ليس معناه نفي الحاجة وبعد ذلك سيتضح هو يصرح بهذا كما سنقرأ لكم يقول أنا بصددي نفي هذا الموجود الذي تسميه علماء الأديان بماذا؟ بالله بالصفات التي ذكرها أقول بأنه هذا الموجود غير موجود سؤال ده تلتفتوني ولا المغالطات التي يقع هؤلاء من حيث يشعرون أو لا يشعرون خب بيني وبين الله إذا أكو تصور آخر ورا هذا التصور الذي يطرحه أصحاب هذه الأديان أو الشرائع السماوية ينفيه يقول لا 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 أنا بصدد نفي ماذا؟ ها؟ بصددي نفي هذه القضية انظروا إلى عباراتها أعزائي يقول من باب التأكد في صفحة 11 من باب التأكد فالإله اليهودي المسيحي الإسلامي لم يعرف بشكل جيد إلى أن يقول في مكان يقول سأخطو وأجاوى تقدم العلم بما يكفي لإصدار حكم صريح حول وجودي أو عدم وجودي الله الذي يملك الصفات المرتبطة تراثيا بالإله اليهودي المسيحي الإسلامي إذن هو دينفي مطلق الإله والآلهة والقوة الأزلية لو دينفي ما يقولوا علماء الأديان كما تقولون ونفي الأخص يستلزم نفي الأعمى عزائي ولا يستلزم لا يستلزم هاي أول مغالطة خلص افترضوا نقول هذا الإله ولهذا إن شاء الله تتذكرون في الحلقة السابقة نحن ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن نحرر محل البحث لنرى أنه هذا الذي تنكره أي إله يقول هذا الذي تقولون عنه أنا لا أقبل به جيد جدا قلنا بشكل آخر تؤمن أو لا تؤمن بعد ما عنده دليل على العدم تعالوا معنا هذا في صفحة 19 صفحة 25 هذه عبارته يقول التفت جيدا يقول إن تقييم البراهين حول أن العلم قد كشف أدل لوجود الله ليس سوى جزء من مهمتي استكمل بشكل كبير في كتابي هل وجد العلم الله؟ يقول في هذا الكتاب أنا بيّنت أن العلم لم يجد ماذا؟ وجد الله أو لم يجد؟ لم يجد ولكنه قرأتم في محله عدم الوجدان يدل على عدم الوجود أو لا يدل ولهذا هو ملتفت يقول ولهذا أنا اضطررت أن أكتب كتاب ماذا؟ آخر لأن تقل من عدم الوجدان إلى عدم الوجود يقول واهتمام الأساس هنا يعني في هذه الدراسة سيكون تقييم البراهين الأقل شيوعا والتي يوفر فيها العلم أدلة ضد وجود الله إذن في ذاك الكتاب لم نجد دليلا على وجوده في هذا الكتاب ماذا؟ نريد أن نقيم دليلا ماذا؟ على عدم وجوده سؤال ما هو الطريق الذي ستسلكه؟ التفتوا جيدا أعزائي أن الإنسان إذا لم يلتفت فلسفيا ومعرفيا يقع في مثل هذه المطبات أو في مثل هذه المغالطات العملية التي سأتبعها هي الطريقة العلمية في اختبار الفرضيات أقول الفرضية أليف الفرضية باء الفرضية ماذا؟ جيم أو فرضيتان في وجود الله وعدم وجود الله الفرضية أليف وجود الله الفرضية باء عدم وجود الله عندما أأتي وأدرس الظواهر الطبيعية والعلوم الطبيعية اجد يرجع فرضية عدم وجود الله على فرضية ماذا على وجود الله التفت يقول سيؤخذ وجود الله كفرضية علمية وسيبحث عن نتائج هذه الفرضية في مشاهدات موضوعية ماذا في العالم من حولنا التف جيدا ستفترض النماذج مختلفة ما معنى نماذج مختلفة اعزائي يعني هذا الاله الذي تفرضه او تفترضه الشرائع السماوية عالم او ليس بعالم يقولون عالم حكيم او ليس بحكيم يقولون حكيم قادر او ليس بقادر يقولون قادر له عناية واهتمام بهذا الكون او ليس له عناية واهتمام نقول له عناية واهتمام ولكن عندما اأتي الى الواقع الخارجي اجد بان ما صدر ما موجود في العالم فيه علم له فيه جهل فاذا لم اجد في هذا الكون لا العلم ولا الحكمة ولا القدرة ولا العناية اذا الله موجود وما موجود ما ادل واضح الطريقة يعني الطريقة التي يريد ان ينفي بها ماذا وجود الله التفي يقول ستفترض ان هذه الفرضية في مشاهدات مضعف العالم من حولنا ستفترض نماذج مختلفة يكون لله فيها صفات محددة العلم المطلق القدرة المطلقة الحكمة المطلقة العناية المطلقة الاهتمام المطلق هذه الصفات التي نقولها يمكن فحصها تجريبيا فاذهب الى ماذا الى هذا العالم اي ان لو كان اله بهذه الصفات موجودا فهناك ظواهر محددة يمكن ماذا يمكن مشاهدتها يعني من خلال الاثر نعرف انه حكيم او ليس بحكيم من خلال الاثر نعرف انه رؤوف او ليس برؤوف وهكذا مولا واضح اي فشل في عبور اختبار ما سيعد فشلا لذلك النموذج بحينه احنا فرضنا النموذج ما هو ها باربعة مواصفات فاذا جئنا الى الواقع مادي وجدنا انه متصف بهذه الصفات او غير متصف اذا هذا النموذج ماذا فاشلوا خلي ذينا كم بالاضافة الى بالاضافة ان كانت المشاهدة الفعلية كما يتوقع واضح صارع ازاي خب هذا الكلام ماذا هذا الكلام على فرض صحته اريد افترض كل الكلام الذي قاله هذا الدارس والباحث كلها ماذا صحيحة هذا يكشف عن عدم وجود اله لو يكشف عن عدم اتصافه بهذه الصفات وهذه المغالطة الاول نحن قلنا عالم مطلق تقول انا انظر اشوف لا لا يوجد علم مطلق اذا ليس بموجود او ليس بعالم مطلق قرأنا في علم المنطق ان النتيجة تتبع الحد الاوسط والحد الاوسط ان هذه الصفات يعني يقول اجد شرورا وهي اهم مشكلة عندهم وهي مسألة الشرور في هذا العالم من الامراض من الزلازل من الموت من الالام من الفاقر من يقولون من كان عالما مطلقا حكيما مطلقا قادرا مطلقا له عناية بخلقه ووو الى غير ذلك لينبغي ان تكون هناك امراض او لا ينبغي او لا ينبغي ولكن نجد الامراض موجودة بالوجلان اذا الفا المقدم ماذا هذه فا المقدم غير موجود يعني الصفات غير موجودة لهو غير موجود شوفوه هنا ولكن هو يريد ان يأخذ نتيجة ماذا ها يريد يأخذ نتيجة الله غير موجود مع ان دليله ماذا يثبت ها ان هذه الصفات التي قلناها غير صحيح ولهذا انا في البحث السابق تذكرون وقفت عند هاي النقطة قلت لابد ان نعرف ان هؤلاء ماذا دا ينكرون حتى نثبت لهم ماذا حتى نثبت لهم انت بهذا الكلام انكرت وجود الله لو انكرت ان هذه صفاته اخو انا هنبيني وبين اقول التزم لك من قال لك من قال لك اني اقول يعني الطرف الاخر ان علمه مطلق لا علمه لازم مقيم انت هاي مشكلة تكمل انا هذه مشكلته انت قلت اذا كانت له عناية بخلقه اجاوبك لا عناية له ماذا خلقهم وتركهم لامري بخلص لا عناية ما ادري واضح يا ولا اذا اعزائي دائما لا بد ان نلتفت الى انه ماذا ينكر حتى نستطيع ان الدليل ننظمه على ماذا ولهذا في صفحة اعزائي هذا في صفحة خمس وعشرين في صفحة خمس وعشرين في صفحة صوت عشم هذه عبارته يقول في كتاب الصادر الفين وثلاثة هل وجد العلم الله تفحصت بشكل النقدي دعاوى الادل العلمي على الله ووجدتها غير متوافقة وفي هذا الكتاب ساخطو ابعد واجادل بانه في هذه اللحظة من الزمان قد تقدم العلم بما يكفي لاصدار حكم صريح حول وجودي او عدمي وجود الذي ليملك الصفات المرتبطة اذا ايضا ماذا موجود وعدم الوجود وانما ماذا المتصف بهذه الصفات اذا المعركة بتعبير البحث المنطقي ما انه كانت تامل وكان الناقصة اعزائي مرتبطة بكان الناقصة يعني هذا الله الذي هذه الصفاته لا نعتقد خب جيد نصور لك الله ليست له ماذا هذه الصفات ولهذا احنا في ابحاث سابقة قلنا لابد ماذا ها نبحث عن وجود قوة ازلية بغض النظر عن ماذا عن صفاتها انها اليف اوباؤكا الذي يملك الصفات المرتبطة تراثيا بالاله اليهودي المسيحي الاسلامي لدينا اليوم بيانات تجريبية معتد بها ونماذج علمية ناجحة جدا تتضمن السؤال عن وجود الاله او وجود الله وقد آن الاوان لتفحص ما تخبرنا به هذه البيانات والنماذج حول صلاحية فرضية الله عزيزي هسا ما رد اتكلم اتجاه المقابل هذا في الاتجاه في البحثين السابقين اتضح لنا بان العلم قادر او ليس بقادر لماذا لما قاله اكابر علماء الفيزياء اننا محاطون بمجهولين في هذا العالم ومع الاحاطة بمجهولين يمكن ان نحل المعادلة الرياضية او لا يمكن هذا الكلام يصح لو كان العلم قد وصل الى غايته والى منتهى لعلنا كنا نوافق على ما تقول ولكن انتم تقولون نحن في اول ماذا في اول الطريق لا لا في وسط الطريق فضمعا ان نكون في اخر الطريق العلمي ولهذا تجدون بانه ستيفن هونج مولانا ماذا قال عزيزي ماذا قال قال بانه المجاهيل كثيرة جدا ونحن في اوال الطريق ماذا تخلونا هذا اتجاهنا عزيزي وهي نظرية ماذا نظرية الله الفرضية الفاشلة الاتجاه